المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي ورئيس الحكومة الايطالية جزيب كونتي التقيا في روما لبحث الوضع في ليبيا في ظل المعارك التي تشهدها العاصمة الليبية بين الجيش الوطني الليبي والقوات التابعة لحكومة الوفاق رئيس الوزراء الايطالي قال ان الحل الوحيد هو الحل السياسي وان ايطاليا تدعو الى وقف فوري لاطلاق النار بيان للحكومة الايطالية جاء فيه ان كونتي اكد من جديد ضرورة التوصل الى وقف لاطلاق النار في اقرب وقت ممكن لتجنب ظهور ازمة انسانية في ليبيا التي تمر بظروف صعبة واكد على مفهوم ان تحقيق الاستقرار في ليبيا غير ممكن دون طريق سياسي مشترك وتأتي زيارة حفتر لروما بعد ايام من زيارة قام بها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج التقى خلالها مسؤولين ايطاليين كبار وفي فرنسا اعلن قصر الاليزي ان الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون سيلتقي حفتر الاسبوع المقبل وكانت حكومة الوفاق قد اتهمت فرنسا بالانحياز الى الجيش الليبي في الوقت الذي قالت فيه باريس انها على اتصال مع الاطراف الليبية كافة وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور حول العاصمة طرابلس بين الجيش الوطني الليبي والقوات التابعة لحكومة الوفاق التي تسيطر على طرابلس وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معامر القذافي عام 2011 من انقسام حاتف مؤسسة الدولة بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غرب البلاد بما فيها العاصمة طرابلس ترجمة نانسي قنقر